أهلا من جديد أوقفت ثلاث شركات تأمين يابانية تقديم خدمات تأمين السفن في المياه الروسية وسط مخاوف من تأثير القرار على واردات ثالث أكبر اقتصاد في العالم من الطاقة وذكرت صحيفة نيكي الاقتصادية اليابانية أن الشركات الثلاث بدأت باختار أصحاب السفن بقرارها ويعز السبب إلى رفض شركات إعادة التأمين تحمل المخاطر المتعلقة بحرب روسيا على أوكرانيا منذ اندلاعها في شباط فبراير الماضي وأشارت الصحيفة إلى أن واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال من مشروع السخالين 2 للغاز والنفط في روسيا قد تتأثر بالقرار ويسهم المشروع في تزويد اليابان بتسعة في المئة من إجمالي وارداتها ويتضمن المشروع حقولا تقدر احتياطاتها بمائة وخمسين مليون طن من النفط ونصف تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي نبهت جمعية الحبوب الأوكرانية إلى أن حصاد الحبوب في البلاد هذا العام من المتوقع أن يتراجع بـ 40% مقارنة بالموسم السابق وتوقع رئيس الجمعية سلجي إباشينكو أن يتجاوز إجمالي محاصيل الحبوب 66 مليون طن بحلول نهاية العام الجاري وذلك مقارنة مع محصول قياسي خلال العام الماضي بلغ حوالي 106 ملايين طن وأرجع المسؤول الأوكراني السبب الاحتلال روسيا مناطق عدة والمعارك بالحقول وتدمير البنى التحتية ما أدى لنقص الوخود وعرقلة وصول البذور لأماكن الإنتاج وأوضح أن المزارعين لم يتمكنوا هذا العام من حصد سوى 19 مليون هكتار وذلك من إجمالي المساحة المزروعة والتي تقدر سنويا من القمح بحوالي 25 مليون هكتار إلى ألمانيا حيث تواجه الحكومة أكبر اقتصاد في أوروبا تواجه ألمانيا خطر الركود المستدام بسبب نقص العمال المهرة ما يهدد معدلات النمو بشكل متزايد وبحسب دراسة حديثة فقد أظهر مؤشر العمال المهرة لمعهد إيفو للبحوث الاقتصادية وبنك التنمية الألماني الحكومي أن نشاط التجارية فيما يقرب من نصف الشركات الألمانية ضعف في الربع الأخير من هذا العام بسبب عدم وجود عدد كاف من الموظفين وظهرت الدراسة أن الوظائف الشاغرة تتظل على هذا النحو لخمسة أشهر في المتوسط ويتركز نقص العمال المهرة في قطاع الخدمات حيث اشتكت أكثر من 48% من الشركات من عدم تمكنها من العثور على ما يكفي من الموظفين هذا وأشارت الدراسة الألمانية إلى أن تطور الديمغرافية هو السبب الرئيس في مشكلة نقص العمال المهرة وتوقعت أنه في حال كان ميزان الهجرة صفرا سيتراجع عدد السكان في سن العمل بأكثر من 9 ملايين شخص بحلول 2040 وقالت أن عدد السكان في سن التقاعد مرشح للارتفاع بمقدار 4 ملايين و700 ألف نسمة في ذلك الوقت ورجحت أن ينخفض عدد العمال المحليين بمقدار مليون وخمسمائة ألف في السنوات الثلاث المقبلة وحدها خلصت الدراسة أيضا إلى أن مواجهة نقص العمال المهرة تتطلب إشراك النساء وكبار السن والعاطلين عن العمل بشكل أوثق في سوق العمل وعوسة الحكومة بأنه يتعين أن تكون هناك هجرة متزايدة للعمال الأجانب للمحافظة على استقرار معدلات النمو الاقتصادي قال الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو أن بلاده تمكنت من الوصول لطريق التنمية الخاص بها رغم العقوبات الأمريكية أضاف في مقابلة مع التلفزيون الصين المركزي أن معدل النمو خلال العام الجاري تجاوز 17% بعد الأوقات الصعبة التي سببتها الجرائم الوحشية الأمريكية في الاقتصاد والمجتمع في فنزولا شرعنا بالفعل في طريقنا مع خطة التحفيز الاقتصادي على مدار الفصول الأربعة الماضية شهدت البلاد نموا اقتصاديا بأكثر من 17% وهذا يعني الكثير أولا وقبل كل شيء فلأول مرة منذ 120 عاما ينمو القطاع غير النفطي لقد كان اقتصاد فنزولا يعتمد على النفط وكانت تستورد 90% من احتياجاتها لكن الآن أجبرتنا العقوبات القاسية على التركيز على تنمية الاقتصاد الحقيقي كما تهم رئيس الفنزولي الولايات المتحدة بمصادرة أصول مملوكة لبلاده بشكل غير قانوني وبممارسة ضغوط على الشركات الأجنبية لمنعها من العمل في فنزولا الولايات المتحدة فرضت عقوبات وحصارا على فنزولا ووجهت لنا ضربات فقد جمدت جميع حسابتنا المصرفية في الولايات المتحدة واستولت على إحدى شركاتنا النفطية سيتجو التي تمتلك أكثر من ثمانية ألاف محطة وقود في الولايات المتحدة وتتجاوز قيمتها 12 مليار دولار وتوجه واشنطن ضربات للشركات التي ترغب في التعامل مع بنزولا لقد قتلنا بإصرار الآن وجدنا طريقة تنمية الخاص بنا ولا يستطيع أي أحد أن يبعدنا عنه يترقب القطاع المصرفي في إثيوبيا دخول البنوك الأجنبية وسط مخاوف من أن تؤثر هذه الخطوة على حصص البنوك المحلية ويأتي الإجراء ضمن إصلاحات اقتصادية تنتهجها حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد حيث شرعت منذ عام 2018 في اتخاذ قرار التهدف لتعزيز قدرة البلاد على اجتذاب الاستثمارة الأجنبية يسابق البنك المركزي الوثيوبي الزمن لاستكمال قانون تنظيم البنوك الأجنبية بعد موافقة مجلس الوزراء على السماح بعملها في البلاد بعد قرابة أربعة عقود من الحظر خطوة اعتبرت نقلة نوعية في مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز كفاءة القطاع المالي بحسب مسؤولين ما دفعنا للسماح للبنوك الأجنبية هو استكمال نقص البنوك المحلية في المنتجات أو الخدمات أو المهارات وجود البنوك الأجنبية سينقل لنا الخبرات ويعزز التقنية ويربط اقتصادنا بالسوق الدولية ويسهم في زيادة النقد الأجنبي لدينا طموح لمواكبة التطور المالي العالمي وتلبية رغبات العملاء جميعا هذا الطموح لم يخلو من مخاوف لدى البنوك المحلية سيما التي تأسست خلال العامين الماضيين والبالغ عددها عشرة بنوك حيث يقول مراقبون إن دخول البنوك الأجنبية سيخل بمبدأ المنافسة المتكافئة الذي ظل سائدا لعقود طويلة بحكم الحظر وإن البنوك المحلية أقل قدرة وخبرة من أن تنافس البنوك الأجنبية ما اعتبره إشكالا محتملا يجب الانتباه له هو أن دخول البنوك الأجنبية السوق المصرفية بوضعها الحالي قد تطرد بعض البنوك المحلية من السوق والحل من وجهة نظري يكمن في تأخير تنفيذ هذا القرار حتى تستعد البنوك المحلية بالشكل المطلوب أو أن تعتمد هذه البنوك على الاندماج لتكوين كيانات كبيرة قادرة على المنافسة في إثيوبيا ثلاثون مصرفا خاصا بإجمال رؤوس أموال تبلغ تريليونين وأربعمائة مليار بر إثيوبي تعادل نحو خمسة وأربعين مليار دولار وتسعى هذه المصارف جاهدة لزيادة رأس المالي للوفاء بمتطلبات البنك المركزي بعد أن أمهلها أربع سنوات لمضاعفته يتأهب القطاع المصرفي في إثيوبيا لمرحلة جديدة فالوافد الأجنبي سيعيد تشكيل خارطة المنافسة حول المنتجات والخدمات وبعيدا عن الجدل الدائر فإن المحددات الأساسية للربح والخسارة تقدر على أساس القيمة المضافة للاقتصاد والمواطني في نهاية المطاف حسن رزاق الجزيرة أدي سبابا نهاية اقتصاد المنتصف إلى اللقاء